صباح الخير صباح الناشط والحيوية اليوم حبيت نشارك معكم واحد الوصفات عم شوشة بالشوفن حبيت ندير لكم شوشة صحية هكذا شغطوا واحدة نفسها مليح انها متاكوش الفارينة ما فيها حتى فايدة هاولك شوفن مسحوق شوفن شريتوا هكذا لقيتوا مرحيل داخل فولا بدلتوا في بلاست الفارينة والزيت دارت في بلاستها زيت الزيتون وعادي كما اي مشوشة تعرفوا الطيبوها كامل على بالي انا احنا دارت برك زوج حبيت يعني قيسي برك وزوج مغارف كبار تاع شوفن شوية الفاني شوية ملح وشوية الاليفور وخلط بيان 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 حتى تخلط الميلونج هادك حكمت المقلة ديالي مقلة صغيرة دارت فيها ملعقة كبيرة تاع زيت الزيتون كبيرة ومخلطوش يسخن حتى يتحرق شوية مرق فرغت هادك الميلونج غطيتها لازم تغطوها وتنقصوه حتى تطلع تقلبوه من الجيء الطيب من جيهة تقلبوه من الجيهة الاخرى ونزيتو طيبوها شوية من الجيهة الاخرى ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة تاع عسل الحر من جيهة الاخرى تبديوه من الجيهة تتطلع فطور صحي فطور صحي فطور صحي كما قلون نتجل لقهوة ومغذي وكيف نديره ريجيم وحنا نحبو كما يريدون تشربه صحي ومغذي وتكون وجبة كاملة وجبة فاطور كاملة فاطور صباحة كاملة بسكو فيها البيض هي بروتينات فيها الشوفان هي نشوية فيها العسل يعني كمصدر سكرية عبالي تحبو حاجة حلوة مع صبح والفتو ويكون مغذي يعني ماشي ماشي حاجة لي تحلق النصحت هنا ماشي سكر يعني سكر هادك غافي نيكي ما احنا نقولو يعني مكرر اذا نقولوها قبل عربية جنسيبو مهم هادك السكر الابيض ولا ان شاء الله تعجبكم لي دي تاليو انا ما قدبش عليكم ما عجبتني سيوها واذا ما عجبتكم داكور اوكي عندي ينطخ يدي شريط يعني لابخو شافو نديرها انسيها بشريط روينا بتاع القمح وطمر يعني مسحوق طمر ومسحوق القمح ونسيبه اوه نشوفوه لا يتخرج لي ونقولو لكم اذا عجبتني نشارك معكم الوصفة داكور هاده هي تشربوه مع قهوة مع صبح هاقده باش مجوعوش بالخف هادي هي ونقولو لكم تبخو على الاخر ونتلاقونا فيديو الجاي ان شاء الله